المتتبع للمواقف الجزائرية وآخر حوار أجراه الرئيس تبون يكتشف أنه هناك عشر نقاط مهمة النقطة الأولى تتمثل في القبائل الليبية وقد سبق وأن ذكرت في حوار تلفزيوني عن أن الجزائر صارت تراهن على القبائل الليبية وأن هناك كثير من الأطراف تؤسارت تراهن على القبائل الليبية كطرف ثالث حدث شبه توازن عسكري إذن سيبقى الاستمرار ستحدث لقاءات سمشاهد لقاءات بين طرفين للنزاع ستظهر قوة ثالثة مع مرور الوقت ستظهر قوة ثالثة وهي التي ستنطلق من القبائل القبائل التي تلتزم الصمت لحد الآن وعند معلومات تتحدث بأن هناك منشار كبير للجزائر في منطقة القبائل من أجل تحريك القبائل ليكون قوة لإنقاذ ليبيا من التقريب لذلك يجري العمل بالتوازي مع محاولات إيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين وأيضا هناك عمل آخر غير معلن فيما يخص القبائل الليبية فالرئيس الجزائري أشار إلى القبائل الليبية وأنها ستدافع عن نفسها ولكنه في الوقت نفسه حذر من التجربة الصومالية حذر من النموذج الصومالي الأمر الثاني أيضا أن الأمور قد تنزلق وتصل إلى النموذج السوري والنموذج السوري كما نعلم فيه تدخلات تدخلات إقليمية وتدخلات دولية وأعتقد بأن العنصرين أساسيين وسبق الرئيس أن قال بأنه تقريبا ذكر في حوار سابق قال بأنه تقريبا الذين تدخلوا في سوريا هم الآن يتدخلون في ليبيا وهي إشارة واضحة إلى روسيا وتركيا تركيا تدخلت متدخل عسكريا في سوريا والآن تدخلت عسكريا في ليبيا إذن هناك قال بأن الأمور قد تنزلق ونصل إلى النموذج السوري حرب مفتوحة دول تتبارى بالمشهد الليبي من أجل مصالحها ويكون الذي يدفع الثمن هي الدولة الليبية والوطن الليبي والشعب الليبي أيضا النقطة الثالثة والمهمة هي تحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين وقد أشار الرئيس الجزائري إلى أن هناك أطراف متورطة في الصراع ترسل قد ترسل إرهابييها إلى هنا إرهابييها معناها أنه سيتم إغراق أن هناك أطراف تستعمل الجماعات الإرهابية من أجل مصالحها وأعتقد أنها أيضا إشارة ضمنية إلى تركيا التي ثبت عليها إرسال مرتزقة وإرسال عناصر فيها تقارير تتحدث أنهم ينتمون إلى تنظيمات مدرجة في قوائم الإرهاب هي إشارة أيضا إلى تركيا وهذه كلها تدل وتثبت ما قلنا منذ فطر على أن العلاقات الجزائرية التركية ليست على ما يرام وأنه هناك خلاف استراتيجي كبير ترجمة نانسي قنقر